أقدم مسلحون حوثيون على اقتحام منزل الناشطة الحقوقية هند عبد في مدينة بعدان بمحافظة إب ونهبوا بعضا من محتوياته وخرجوا أو أخرجوا أسرتها إلى الشارع وتوعدوها بالقتل وقال شهود عيام في مدينة بعدان أن مسلحين حوثيين قدموا على متن طقمين عسكريين إلى أمام منزل الناشطة الحقوقية وباشروا بإطلاق النار على بوابته الرئيسية قبل أن يقتحموا ويتمركزوا بداخله مشيرنا إلى أن عناصر الميليشيات الحوثية قاموا بتفتيش المنزل عقب اقتحامه ونهبوا محتوياته وذلك بعد أسبوعين من تلقيها تهديدات من قبل قيادات حوثية على خلفية أنشطتها الحقوقية المناهضة لانتهاكات الحوثيين ضد النساء في محافظة إب وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من إحراق سيارة الناشط المجتمعي والمصور الصحفي فؤاد الشرعي بمحافظة إب التزامني مع فلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثية ترجمة نانسي قنقر